هنروح بعد الوقت لأخبار فرينا الأول للكورة القدم ويه اللي بيستعد هنا للمبارات ميديا ميديامة الغاني مباراة هتكون قوية جدا والأهلي أكيد يعني هيحل ضيف زي ما احنا عارفين يوم الجمعة الجاية الساعة 6 ودي هتكون ضمن طبعا ونفسات الجولة الخامسة من دور المجموعات وإحنا عارفين أجواء المباراة تبقى عاملة ازاي عشان محدش يجي يقول لك احنا متفاجئين يعني مبارح خليني أقول أعلن الانتحاد الافريقي للكورة القدم اختيار طاقم التحكيم فانت حتيك تتكلم هتقولي هو لسه رجع من سفر ومسافر تاني طب طاقم التحكيمي مين طاقم التحكيمي تم الاختيار عليه أو تم تحديده هو طاقم تحكيم جابوني فيعني مفروض أن الاختيار موفق إلى حد كبير نتمنى كل التوفيه مباراة يوم الجمعة الساعة 6 بإذن الله أجواء طبعا هتكون صعبة أنا بقول لحضراتكم من دلوقتي مش أسهل حاجة أنا لسه رجع من سفر أنا ملحقتش خالص أن أنا أرتاح عندي لعيبة مصابة عندي أجواء شوية صعبة لكن ده حل النادي الأهلي يعني خلاص أنت لما بتكون على القمة بتشارك في كل البطولات تقريبا بيبقى عندك برضو حاجات ليه علاقة بالمنتخب ومباريات والتزامات بالمنتخب معظم اللعبة عندك فده الحال للأسف الشديد بس إحنا متفاعلين بشكل كبير جدا كده كده أنت بتحتل صدارة المجموعة الرابع برصيد عندك ست نقاط بعد كده ميدياما المركز الرابع برصيد أربع نقاط وبعد كده لو أنا مش غلطانة آشا بابلوز داد وبعد كده يونج أفريكنز فبرصيد تريبا خمس نقاط لكل واحد فيهم يعني فمتصدر المجموعة تعادلت آب مع يعني يونج أفريكنز لكن في الأول وفي الآخر أنت النادي الأهلي أنت النادي الأهلي فبالتوفيق إن شاء الله ضغط كبير عليهم لكن إحنا متفاعلين بإذن الله خليني بقى كمل محضرات